وأشار رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى العمل على تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي تمهيداً لاعتمادها من رئيس الجمهورية تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وعرضها على مجلس الوزراء في خلال الأصابيع القليلة القادمة تمهيداً لاعتماد فخامة السيد الرئيس لها رابعاً تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمدها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والانشطة الاستراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز منها وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل وتصل قيمة الرد إلى حوالي 55% من ضريبة الدخل على ألا تتجاوز المدة لرد هذه الضريبة أو الجزء من الضريبة 45 يوم من تقديم الإقرار الضريبي فده معناه ببساطة شديدة أننا كدولة سنبقى ملتزمين في أقل من شهر ونص برد لغاية 55% من ضريبة الدخل لعدد من المشروعات التي سنرى لها أهمية استراتيجية والتي ستخرج بقرارات من مجلس الوزراء